جريدة المغرب او الشأن الانتخابي تقرأ هيئة الانتخابات والاستعداد لانتخابات الرئاسية تدارس الموذج التزكية للقطع نهائيا مع التلاعب والتدليس في الشأن العالمي احدش عملية نفذها حزب الله على مواقع عسكرية ومستوطانات صهيونية تصعيد في الجبهة الشمالية ونتنيهو يلوح بحرب جديدة في لبنان حكيم بن حمودة يكتب في الشأن الاقتصادي العنوان كان الاقتصادية العربية طرق الخروج من فخ المناعة والاستقرار هذه ابرز العنوان في المغرب اليوم الصباح العين اليوم بلافت الصباح فضيحة صحية من الحجم الثقيل مبيدات فلاحية مصرطانة تبعى للتونسيين كيف ولماذا ولمصلحة من تهم معضاء المجال السنيابية مبادرة تشريعية جديدة حول طريقة احتساب جرايات التقاعد تمور زيت زيتون وتن منتجات عالية الجودة تصدر هل التونسي مستهلك من الدرجة الثانية ولا من درجة ثانية في اليوم الثاني للبكالوريا تباين في تقييم الاختبارات وتذمر من طول المواضيع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات للصباح حجم الصادرات التونسية نحو تركيا تطور خلال الخمس اشهر الاخيرة نقرأ وهذا اه من اسطنبول دونك المراسلة عبير ترابيسي نقرأه اه صباح الخير هوية للشركات الاهلية تكتب اه مونيا العرفاوي عشرة الشهداء في مجزرة اسرائيلية استهدفت مدرسات لليونروا في اه رفح اه نذكروا معتها يظهر لي مهيش الاولى ان شاء الله هتكون الاخرة ولكن ماشي عارفين اه ماشي يا معتش نوع شنوع فاش استنى معناتها الناس خاصة انه المواقع اللي باقية في الفترة المؤخرة اه تقصفها معناها قوة الاحتلال هي مناطق معناها اه ضم مدنيين وهي في حد ذاتها اه سلطات الاحتلال اعلنت لي هي مناطق امنة واذا يأكد بشاعة والابادة اللي تقوم بها اه كأنه هو دليل في حد ذاته تقدم سلطات الاحتلال على البشاعة المجزرة اللي تقوم بها اه وتوريها للعالم نواصلوا عفيف بن محمود للصباح ارتاحوا مما الكاميرا اكثر ورفض تونس دعم فيلمي اه المني تصفية موديا 2026 سفر الى جوانسبورغ المنتخب مطالب الحسم ماما ناميبيا النادي الافريقيا ربع جويل الجلسة العامة لكن ماذا عن تحركات مجموعات الاحباء الترجلية دي كاردوس ومحتار كم سيجي نجم السحني من انضمام الحج محمود في صحفة اليوم تقرف صفحة ثامنة لدى استقباله كلا من وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكالف بالامن الوطني رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لكل انواع الجريمة ويدعو الى تعديل الايلي لجراية المتقاعدين في القطاعين العامة والخاص خلال استقبال وزير اشؤون الاجتماعية في الشأن التربوي باكالوريا تحديدا في صفحة سابعة تقرأوا رغم شدة الاقفال التي وضعتها وزارة التربية على امتحانات الدورة الرئيسية للباكالوريا تسجيل اربع وخمسين حالة غش في اليوم الاول في صفحة ثلثة تقرأوا المسودة الاولى للنظام الداخلي لمجلس الجهد في مرحل مراحلها الاخيرة قريبا تنطلق اشغال الغرفة الثانية جريدة الصحافة اليوم واكبة بيع اضاحي العيد العنوان كان في جولة باحدى نقاط بيع الاضاحي شبه عزوف من المواطن والتجار يقرون بذلك في صفحة 17 جريدة الصحافة أيضا رجعت على المجزرة التي ارتكبتها سلطة الاحتلال في أحد المدارس التابعة للنظام العنوان كان مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال مقتل عشرات الأشخاص في غارة على مدرسة للنظام وقت لتأتي بإمكانية وقت لحمها مرة لحقود نحن وقتل عين عزوف مجزرة أصبحت بالأرض التابعة على المساعدة للأسجرات وقراء الأشخاص في البيان المساعدة وقبل المساعدة على المساعدة على المساعدة على المساعدة للصالة الأخريين فلمت في الب Sorاء و المبحث عن الهرار كتن فترة أجل من المعارسة الأخريين اشترى بروض قادرين امطالك المشكلة يأتي بلد الأدفال المتحدة للتخديم ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 المترجم للقناة